بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأنواصل بإذن الله تعالى بروس التفسير من تفسير إمام بن كثيرا رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى تفسير الآية السادسة والثمانين من آيات سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أرحينا إليك وما لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ضربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا قال الإمام المكثير الرحمة الله يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال ابن مسعود رضي الله عنه تطرق الناس ريح حمراء يعني في آخر الزمان من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا قلبه آية ثم قرأت ابن مسعود رضي الله عنه ولئن شئنا لنذهبن بالذي أرحينا إليك الآية يعني هذا من علامات الساعة وأشراطها من علامات الساعة وأشراطها أن القرآن الكريم يعود إلى الله سبحانه وتعالى هذا تجدون في كتب اعتقاد أهل السنة عن القرآن الكريم منه بدأ وإليه يعود والتفسير وإليه يعود أنه يعني في آخر الزمان يسرى على القرآن كما ورد هذا في أحاديثة عديدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسرى على القرآن في ليلة فلا تبقى منه آلح وورد في الأحاديث يعني أنه حتى المصاحف يفتحوا الناس فيجبونها بيضاء الكتابة ترفع من المصاحف والقرآن المحفوظ في الصدور يرفع من الصدور في يوم من الأيام قبل قيام الساعة فيرفع القرآن الكريم من صدور حفظته ويرفع المكتوب من المصاحف تأيدي هنا مصاحف بيضاء ليس فيها شيء من الكتاب فيعود القرآن إلى الله سبحانه وتعالى ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة ولكن في يوم القيامة حفظ القرآن الكريم يجدون القرآن محفوظا في صدورهم بأمر الله تعالى كما ورد في الأحاديث يعني يقال لقارئ القرآن يوم القيامة تقرأ وارتق ورتد كما كنت ترتد في الدنيا فإن منزلتك عند آية في آية تقرأ يعني هذا الرقع مؤقت قبيل قيام الساعة إلى أن تقوم الساعة ثم يعود القرآن محفوظا في صدور المؤمنين يوم القيامة ويقرؤونه كما كانوا يقرؤونه في الدنيا ويؤذن لأهل الجنة في قراءة القرآن الكريم فيبقى محفوظا في الصدور في الآخر لكن قبل قيام الساعة يحصل هذا الأمر أنه يسرع عن القرآن في ليلة وينفع من الصدور وينفع من النصاحف وابن مسعود رضي الله عنه فسر بذلك هذه الآية الكريمة وَلَإِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَ النَّبِي الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ وأن هذا سيحصل قبل قيام الساعة سيذهب الله تعالى باللبي أوحاهره إلى نبيها قال ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام لما أطاقوا ذلك ولا استطاعوا ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فإن هذا أمر لا يستطاع وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديد له نظير والمثال والمثير والعديد كلها يعني متراضفات نفس اللي يقل معه فالقصد هنا أن الله سبحانه وتعالى تحكى للبشر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن نفس البشر فقط من الإنس بل يعني حتى الإنس والجن جميعا لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا من المثال ثم تحداهم سبحانه وتعالى أن يأتوا بعشر سورة ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فلم يستطيعوا ذلك قال وقد روى محمد بن إسحاب عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن هذه الآية فنزلت في نفل من اليهود جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنا نأتيك بمثل ما جدتنا به فأنزل الله هذه الآية نفل من اليهود قال لنا بسرسل نحن نستطيع أن نأتيك بمثل القرآن بكتاب مثل القرآن فأنزل الله على هذه الآية قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بنا قال وفي هذا نظر لأن هذه السورة مكية وسياقها كله مع قريش واليهود إنما جتمعوا به في المدينة فالله أعلم يعني صورة الإسراء صورة مكية وهذه الآية نزلت في مكة وكما مر بنا من قبل في مسألة دي تعدل النزول ونفس المامي الكثير رحمه الله ذكر هذا من قبل أنه يعني عند تعدل روايات في نزول الآية يعني تأتي روايات أن هذه الآية نزلت في مكة في رواية أخرى أنها نزلت في المدينة مرة مع قريش مرة مع يهود فيقال حينئذن يعني أنه مما تكرر نزوله يعني نزلت مرتين مرة في مكة ومرة في المدينة أو أن المقصودة بالنزال الثاني ليس تنزيلا جديدا للآية وإنما هو يعني أرشاد للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتلو هذه الآية في هذا الموقف يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال سؤال أو يعني يسأل سؤالا أو تحصل يعني أمامه حادثة وينزل الله تعالى جديدا على السلام يعني يتلو عليه آية مما سبق نزوله من قبل يعني فيها بيان أن هذه الآية تشمل الجواب عن هذا السؤال أو أنها يناسب ذكرها في هذه الحادثة فيكون انزالها يعني في المرة الثانية ليس يعني من باب تعدد النزول وإنما من باب إيه يعني أرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتلو عن تلك الآيات التي سبق انزالها فلا تعارض يعني بين كونها نزلت بمكة في شكل قريش لما دعوا أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن فأنزل الله تعالى الآية الكريمة ثم اليهود في المدينة ادعوا ذلك فتكرر نزول الآية الكريمة قال وقوله وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ أَيْ بَيَّنَّا لَهُمْ الْحُجَجَ وَالْبَاهِينَ الْقَاطِعَةِ وَوَضَّحْنَا لَهُمُ الْحَقَّ وَوَضَّحْنَا لَهُمْ الْحَقَّ وَشَرْحْنَاهُ وَبَسَطْنَاهُ صدّفنا تأتي من التصريف الذي هو بمعنى يعني التنويع للحجة يعني وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ يعني نوّعنا لهم أنواع البراهيم وأنواع الأدلة وضرب الأمثال ويعني توضيح الحجة بأساليب متنوعة وصدّف الله تعالى في هذا القرآن من كل مثل يعني نوّع سبحانه وتعالى الأمثال وطرق الشرح والتوضيح والاستدلال قال ومع هذا فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي جهودا وردا للصواب يعني رغم أن الله تعالى بيّن الحق يعني أوضح ديانه بجميع يعني الطرق والأساليب وأنواع الحجة ومع ذلك أبى أكثر الناس إلا كفورا ثم يقول سبحانه وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لغطيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرة رسولا كما مرّا بنا الكفار كل واحد منهم يشترطوا معجزة على هواه رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله سبحانه وتعالى أنواع المعجزات كما مرّا بنا أكثر من مئة نوع من أنواع المعجزات كل نوع تحته أحيانا عشرار الوقائع تحت هذا النوع مثلا تكلم الجماد مثلا بين يديه الحصر كان يستح بين يديه وكان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في وقائع عديدة وحنى المنبر الجذع النخلة عندما تركه النجا صلى الله عليه وسلم جاء إلى المنبر إلى أكل كذلك مثلا تفجر الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام في عدة وقائة تكثير الطعام ببركة النبي عليه الصلاة والسلام يضع مدر في الطعام فيبرك فيه الطعام الذي يكفي عشرة أشخاص يكفي ألفا وأكثر ويتركى منه بعد أن أكله أكثر مما كان من قبل فمثلا هذا تكثير الطعام هذه معجزة مثلا وقائع عديدة في السيرة النبوية وهذا في مكة مثلا موضوع انشقاط القمر القصد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى معجزات كثيرة كافية ليؤمن ويبتدي من أراد الهداء وأعظم هذه المعجزات هي القرآن الكريم ولكن القرآن الكريم ليس هو فقط المعجزات الوحيدة هناك القرآن هو أعظم معجزة النبي عليه الصلاة والسلام والمعجزات الباقي لكن هناك معجزات كثيرة رأيها الكفار قريش كافية ليؤمن من أراد الهداء وكما مر أيضا أن المعجزات هي أمر خارق للعادة لكن حتى الأمر الموافق للعادة هو كافة في جلالة وحدانية الله تعالى وحدانية الله تعالى وحدانية الله تعالى تأمر فيها كافة للإقرار الوجود الله تعالى وحدانية الله تعالى وحدانية الله تعالى وعلمه وحدانية لكن الكفار رغم ما رأوا من الآيات سواء الموافق العادة ومقالة العالم مما أجراه الله تعالى على يد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لا تكفيهم لديهم كل واحد يطلب معجزة خاصة ومن قبل الأمم السابقة طلبوا من أنبيائهم معجزات خاصة وأعطوا تلك المعجزات وكفروا بها بعد أن لا أعرف وإزدادوا طغيانا وطفرا فالله سبحانه لا يعلم منهم أنهم مهما جاءهم للآيات سيزدادون يعني كفرا وطغيانا وأنهم يسألون هذه المسائل يعني تعنتا وعنادا وزيادة في الكفة فهنا يعني أخذوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطرارات كما سنستمع إلى الحديث يعني في شرف الآية الكريمة قال ابن جرير رحمه الله حدثنا أبو قريب وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنه إن عطبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان ابن حرب ورجلا من بني عبد الدار وأبا من البختري أخى بني عبد الأسد والأسود ابن المغطرب ابن أسد وزمعة ابن الأسود والوليد ابن المغيرة وأبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية وأمية ابن خلف والعاص ابن وائل ونبيها ومندها ابن الحجاج السهمية كل هؤلاء كل هؤلاء يعني كل أئمة ابن أجتمعوا عطبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان يعني كلام الشيطة كمان كمان وأبا البختري والأسود وزمعة والبليل ابن المغيرة وأبو جهل كلهم اجتمعوا وعبد الله ابن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص كلهم اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة كما عندها بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم ببعض ابعثوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه يعني حتى إيه لا يبقى يعني لكم عزر يعني لا يبقى يعني له عزر يعني ولا يبقى له حجة يعني قال فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلمك فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاً وهو يظن أنه قد بدى لهم في أمره بداء وكان عليهم حريصاً يحب رشتهم ويعز علي لعنتهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعث الله تعالى لحمة للعالمين يعني ظن أنه قد اجتمعوا ليكلموه ظن النبي عليه الصلاة والسلام لعلهم يعني بدأوا يفكرون في الدخول في الإسلام والاستجابة له عليه الصلاة والسلام فذهب إليهم أين سريعاً حتى جلس إليهم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا قد بعثنا إليك لمعذرة فيك وإنا والله ما نعلم رجلاً من العربي أدخل على قومه ما أدخلت على قومك بمعنى إيه لا يبقى عزر يعني إما للنبي عليه الصلاة والسلام أو يعني أيضاً لا يبقى له الحزر يعني أمام الناس إجاء إيه يعني إتخذوا منقفاً بعد ذلك يكونون قد سلكوا كلاً للسود يعني قال وإن والله ما معلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قوم لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة فما بقي من قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك قال فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا هذا الحديث يعني هذا الموقف من سيراته المشرفة عليه الصلاة والسلام من أوضح الدلائل يعني على سط نبواته عليه الصلاة والسلام فأنا يعني شخصا يعني كاذبا وحشاه عليه الصلاة والسلام يعني الدعم نبوة كله غلط يعني من هذا من يصل رئيسا على قومه أو أن يعطوه مالا أو يعني كل أغراض الدنيا كانوا مستعدين أن يعطوها للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أن يهدنهم ويبدن في الدين ويغير في خطة يعني يوافقه ويجعلونه رئيسا ويعطونه المال ويعطونه كل ما يريد فقالوا كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى مننا إذا تريد يعني شرفا وليك علينا وتصبح أنت رئيس كريس ورئيس العالم وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك وكان يسمون التابع من الجن الرئي فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك يعني زعمل مقلو ومسحورا يعني من درس من الجن ولا كده نحضر لك يعني أفضل أقباء والرقاب وكده ويعالجونك يعني هذا وحشاها بس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولون ما بي ما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم في بعض الزعاب أيضا لأنهم قالوا أنهم صلى الله عليه وسلم كنت تريد يعني النساء وكما تزوجناك أفضل بناتنا وأفضلناك الشرف يعني عرضوا كل شيء على النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه عليه أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليه فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا فسلنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسيل عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا يحرك الجبال المحيطة بالكعلة هذه تكون جبال أرضهم يعنواديا واسعة فسيحة وليجري فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن في من يبعث لنا منهم قصية ابن كلابك فهذا أحد أجدادا يا العرب فإنه كان شيخا صدوقا فنسألهم عما تقول أحق هو أن بابك فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا كما تقول فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهذا بعثتوا إنما جدتكم من عند الله بما بعثني به فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وغينكم أردوه أيها تدرجوه في طلب الخوارق والمعجزات يعني أو الشيء قالوا سير الجمال وفجر لنا الأنهار وأحيي لنا للآباء بعدها قالوا فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فسربك أن يبعث ملكا أن يبعث ملكا وصدقك بما تقول ويراجعنا عنك وتسأله فيجعل لك جنانا وكنوزا وخصورا من ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك تكتبه فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاشة كم يعني التمس يعني في الفترة المكية كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بالتجارة بأموالهم المؤمنة خديجة رضي الله عنها ويشتري بضاء ويتاجفها عليه الصلاة والسلام قالوا يعني أن تذهب إلى الأسواق وتلتمس المعاشة فسربك يعطيك جنانا جمع جنة يعني حدائق قدسكين وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة قالوا حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزع فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعده ما أنا بالذي يسأل ربه هذا لست أنا الذي يسأل ربه أن يعطيه يعني قصورا جنانا في الدنيا وكذا وما بعثت إليكم بهذا ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بين وبيناك انتقلوا إلى فلب جديد قالوا فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل قالوا أسقط السماء كسفا يعني قطعة كسفا يسقط منها قطعة فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك فقالوا يا محمد أما علم ربك أننا سنجلس معك ونسألك عما سأناك عمك ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ونخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا فقد أعذرنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم المقصود رجل في اليمامة مسيدمة الكذاب كان يسمى الرحمن ويقال للرحمن اليماما وبسيدمة الكذاب الذي دعا النبوة يعني بعد أن سمعوا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ونبوته الدعا النبوة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا يعني بلغنا ما الذي يعلمك يعني هذا القرآن هذا الرجل الذي في اليمامة أنا والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى مهلكك أو تهلكنا تهديد عنه وقال قائلهم نحن نعبد الملائكة وهي مناف الله وقال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قليلا فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو ابن عمته ابن عاتكة ابن عبد المغيرة بن عبد المغيرة بن مخزوم هو ابن عاتكة عمته بن عبد المغيرة بن مخزوم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَيْكَ قَوْمُكَ مَا عَرَضُوا فَلَمْ تَقْبَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ سَأَلُوكَ لِأَنْفُسِهِمْ أُمُورًا لِيَعْرِفُوا بِهَا مَنْزِلَتَكَ مِنْ اللَّهِ فَلَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ ثُمَّ سَأَلُوكَ أَنْ تُعَجِّلَ مَا تُخَوِّفُهُمْ بِلِيْ مِنْ العَذَابِ يعني إسقاط السماء كسفاً هذا يعني قد يقول عذاباً لبعض الأقوان يعني فهو من تعجيل العذاب فوالله هذا كلام عبد الله أبي أحمي قال فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً ثم ترقى فيه وأنا أمظر حتى تأتيها وتأتي معك بمسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول وَيْمُ اللَّهِ وَيْمُ اللَّهِ لَقَسَنْ يَعْنِهُ مَعْنَاهُ وَأَيْمُنِ اللَّهِ فاستخصاراً إِي حَلَفُ اللَّهِ وَيْمُ اللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَظَنَنْتُ أَنِّي لَا أُصَدِّقُهُ يعني قل حتى لو فعلت هذا يعني لسه همتقرر تشوف على صفات خطة لما سلنا ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزيناً أسفاً لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوا ولما رأى من مباعدتهم إياه قال وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق فقال حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير مع كلمة عن ابن عباسة رضي الله عنه فذكر رفله سواء قال وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا إليه ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعماداً فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم إن شدت أعطيناهم ما سألوا فإن كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين دائماً هذه سنة الله تعالى في أقوام الرسل يعني عندما يطلبون آيات مخصوصة فرسلهم يعني يخيرونهم يعني أن هذه الآية المعجزة المخصوصة التي تطلبونها إذا جاءتكم وكفرتم فإن الله تعالى سيبعدتكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعقاب الله تعالى يعني هذا الخيار قال لو لم شئت نجيبهم إلى ما خلبوا ولكن لو كفروا يعذبهم الله تعالى عذاب الله يعذبه أحداً من العالمين وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة قال بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة قال كما تقدم ذلك في حديث ابن عباس والسغير ابن العوان رضي الله عنه أيضاً عند قوله تعالى وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّمُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَا نَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِفَا يعني الله سبحانه وتعالى لم يعجل هذه الآيات لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه وقع مثلها وأعظم منها للسابقين بطلب منهم وأجاب الله طلباً وازدادوا كفراً وطغياناً وكان ذلك سبباً في عذابهم ورهلاتهم حدودهم قال وقال تعالى وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي بِالْأَسْوَاقُ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا الآية في صورة الفقه وهي أيضاً في ذات صدق بهذه الواقع قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نراك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاشة كما نلتمس وطلبوا أيضاً أن يكون معه ملائكة فالله سبحانه وتعالى يقول وقالوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي بِالْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أو يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً فانكذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سهلاً فالله تعالى بيّن أنه قادر سبحانه أن يجعل له جنات وأن يجعل له قصوراً لكنه سبحانه وتعالى له حكمته في ابتداء عباده ليؤمنوا بالغيب وليعلم سبحانه وتعالى من علم شهادة في من يؤمن منهم بالغيب ومن يؤمن قال وقوله تعالى حتى تهجر لنا من الأرض ينبوعاً قال الينبوع العين الجارية سألوه أن يجري لهم عيناً معيناً في أرض الحجاز ها هنا وها هنا وهذا سهل يسير على الله تعالى لو شاء لفعله ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوا ولكن علم أنهم لا يهتدون كما قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْوِ الْعَذَابَ الْقَبُونَ وَلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ يعني قضى الله تعالى أنهم من أهل النار وأنهم يختم لهم بالكفر فهو لا حتى لو رأوا كل آية لا يؤمن المثال ذلك مثلا فرعون سبحان الله يعني لما خرج وراء موسى عليه السلام وموسى عليه السلام ضرب بعصاب البحر ومفلك البحر يعني وانشقت فيه طرق له ولقومه وجمد الماء وانشقت طرق داخل البحر وعبر موسى عليه السلام وقومه داخل أهلية الطرق هذه يعني معجزة عظيمة جدا يعني من رأيها جدا لو يعني المسألة يعني أن الناس إذا رأوا الآية آمنوا لأن كانت كافيا يؤمن في العلم القومي لكن رغم ذلك ازدادت قياما وعطولا ودخل في جيش وراء موسى عليه السلام يطالده داخل البحر يعني وهو يرى هذه الآية العظيمة ويقود في البحر وهذه الطرق المشفوكة داخل البحر بنفسه وبجيشه ولاحق وموسى عليه السلام فازداد كفر المطغيان وقوم نبي الله صالح عليه السلام ثمون يعني رأوا هذه الناقة التي يعني جعل الله تعالى محجزة لهم ويكون لها يعني حليب ويكفي القبيلة كلها يعني وخرجت لهم ناقة من الجمل ومن الصخر ومن الثلاء ورغم ذلك يعني قتلوا عطلوا ناقة الله سبحانه وتعالى وقتلوا هديا ناقة رغم العلم أنها آية وأنها معجزة من الله تعالى فيه قصد أن الكفار يعني مهما رأوا من الآية لا يؤمن ومشركوا قريش أنفسهم يعني رأوا معجزة شطاق القمر ورأوا القمر مشكوكا يعني شطرين عن يمين الصدر وعن شمال الصدر وقمر مشكوك ويجعلوا يضعون صادعا في أعينهم يكون سحر محمد العينة فقال لهم واحد منهم لو سحر أعينكم لن يسحر أعين الناس جميعا منتظر حتى يأتي القادمون على مكة من البلاد الأخرى ومسألوا ما رأوا القمر مشكوكا تلك الليلة فجاء الناس يعني بعدها إلى مكة يشهدون أنهم رأوا القمر مشكوكا تلك الليلة كما يعني أراهم يعني الصلاة والصدر ومع ذلك يعني إزدادوا غيانا وغفرا ولم يؤمنوا ولم يكن قال وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهدون يعني هذا من تفسير القرآن للقرآن هذا من معنى تكرر في صور عديدة يقرر الله تعالى هذا من معنى أن الكفار مهن رأوا من الآيات لا يؤمنوا ولم يهتدوا طالما لم يأذن الله تعالى قال وقولهم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي إنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشط السماء وتهي الشيء الواهي وهو ضعيف يعني المقصود هنا سقوط السماء تهي السماء يعني تضعف ويضعف منيانها الشبيل هذا وتتساقق نعم تهي نعم نعم وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطل علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم فالتالح أن هذا هو الحق من عندك فأمطل علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم ورد في تفسير سورة المعالج في قوله فأسأل سائل بالعذاب المواقع يعني دعا داع بالعذاب على نفسه فوقع عليه العذاب المقصود بقوله سأل سائل بالعذاب المواقع هو ذلك الرجل المشرك الذي قال إن كان هذا هو الحق من عندك وطلب حجم منه قال إن كان هذا حقا فأمطل علينا حجارة من السماء فأتنا بعذاب الأليم فالله تعالى استجابة ثانية قال هي العذاب الأليم فدعا على نفسي بالعذاب الأليم فاستجاب الله تعالى ذلك ووقع عليه العذاب الأليم الذي تعال به العذاب قال وَكَذَلِكَ سَأَلَ قَوْمُ شُعَيْبٍ مِنْهُ يعني كانوا دائما هي أقوام الوصل نستعجلونهم بالعذاب يقول أن الوصل يخول فينا قومهم العذاب اللاغ وأن كفقتوا مع السمح الله يكون أين هذا العذاب مريد هذا العذاب ويتعمدون يعني إنه كان عذاب يوم عظيم وأما نبي التوبة ونبي الرحمة المرعوث ورحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام فَسَأَلَ إِنْظَارَهُمْ وَتَأْجِيْ لَهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَصْنَابِهِمْ وَمَنْ يَعْبُدُهُمْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنَ فَمَنْ بِعْبُدُهُمْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنَ فما يعني صوت السلام يعني سأل الله تعالى يُمْهِلَهُمْ وَيُمْهِلَهُمْ وَيُمْهُمْ تَرْهُمْ كما في قصة الطائف أيضا جاء وملك الجبان وقال إبن الله تعالى يخيره لو شاء لأطبق عليهم الأخشبين لأطبق الجبالين على أهل مكة وأهلك أولا معك في الله فاختار النبي عليه الصلاة والسلام يَنْ لَا يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعْلَى نَهُمْ لَعْبُدُهُمْ قال إِنِي أَرْجُ أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِ مَنْ يَعْوُدُهُمْ وَلَا يَشْرِكُ بِيْسُمْ قَالَ وَكَذَلِكَ وَقَعَ فَإِنَّ مِنْ هَا أُولَاءِ الَّذِينَ ذُكِرُوا مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَحَسُنَ إِسْلَامًا منهم من أسلم مثل أبي صفيان مثلا رضي الله قال حتى عبد الله المؤدي أمية الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال أسلم إسلاما تاما وأناب إلى الله عسى وجه فتا عبد الله أبي أمية اللي هو اللحق النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يعني اللي هو قال إيه اللي قال يعني اللي كان ابن عمّة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء السبلما ثم تبقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتيها معك برسخة منشورة معك أربعة والملاكة فقال أسلم وقال بعد ذلك وقال حتى لو جئت بهذا يعني سيقرر بيع السلم والله نقر نقر يعني حتى لو نفسه صمجة بسلم وصعد إلى السماء وصعد حتى وصل إلى السماء إلى هذا السماء قالوا لا نصطق يعني أنك فعلا صعد إلى السماء حتى تأتيها بكتاب من السماء ومتنزل بها قال قوله تعالى أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفْ قَالَتْ مُعَبَّاسِمُ وَمُجَاهِبُ وَقَتَلَتَكَ هُوَ الذَّهَبُ قال وَكَذَلِكَ هُوَ الذَّهَبُ قال وَكَذَلِكَ هُوَ فِي قِرَاءَةِ إِبْنُ مَسْعُودِلْ رضي الله عنه أو يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زَهَبُ لأن قراءة الشجن ذاية بدأت سُخْرُفْ في قراءة الشجن ذاية فهي تفسير هذا القراءة الشجن ذاية تفسيره في القراءة المتواكرة قال أَوْ تَرْقَى فِي السَّماء فسوحنا لذلك مجاهد كان عرض القرآن على أبناء عباس بعض الرواية التسعة عشر رضي الله ورد ثلاثين مره منها ثلاث عرضات يستوقفه عند كل آية يسأله عن غريبها ومعانيها وصبر مزولها مجاهد مجرد التابعي كان أعلى من نفسه نفسه وكان هذا قبل أن يلتقي بالنمسعود رضي الله عنه فلما انتقرت بن أسعود وقرأ عليه القراءته فقال أنه لو كنت قرأت قراءته قبل أن أسأل ابن أبن أباسي لما سألته عنه يقول إن أنه قرأت قراءته بن أسعود قبل أن أسأل ابن أبن أباسي لا استغنيت عن كثير من مسألته وعن مقرأة المسؤول فيها تفسير كثير من الأشياء مثل هذا المسأل مجاهد مسأل من معنى الزخر وفقان الزهر ويكون لك ذيكب من زهر لكن فيها التفسير قال أو ترقى في السماء أي تصعد في صلم ونحن نظر إليه ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل إلينا كتابا نقرأ قال مجاهد أي مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة هذا كتاب من الله لفلان لفلان تصبح عند رأسه الموضوع يعني أنا أحب أن أقول كنان طلبه ليس صحيفة واحدة يعني طلبه كل واحد يجيب صحيفة من الله مكتوبة عند رأسه مكتوب فيها اسمه والله تعالى نزل على صحيفة اسمه قال وقوله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولة أي سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم بين يديه أحد في أمر من أمور سلطانه وملكوته بل هو الفعال لما يشاء إن شاء أجابكم إلى ما سألتم وإن شاء لم يجبكم وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وقد فعلت ذلك وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل يعني هذه الطلبات العجيبة والمغنيبة قال أدي بيد الله تعالى كل لأنه قل لهم سبحوا الله تعالى ونزهه وقل لهم هل كنت إلا بشرا رسولا هو بشر عليه الصلاة والسلام ورسله الله تعالى فلهم رسالة ربي هو بشر ليس بيده أن يفعل هذه الأمور التي قبلهما فالله تعالى يفعل ما يشاء قال الإمام أحمد حدثنا علي المصحى قال حدثنا في المرضي قال حدثنا يحيى المخيوب عن ربي الله بن سحر عن علي المنزيل عن القاسم عن أبي أمامك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض ربي عز وجل ليجعلني بطحاء مكة تذهب بطحاء الصحراء مكة قال فقلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو ذلك فإن جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حميتك وشكرتك قال وراءه الترميزي في الزهر عن سويد بن نصر عن المبارك به وقال هذا حديث حسن قال وعليه أن يزيد من ضعف في الحديث فبهذا ينتهي تفسير وهذه الآية القريمة ونقفوها إن شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يفرعنا وإبداعنا لما قلنا وصبعنا وحمد لك ترجمة نانسي قنقر